أعزاء الطلاب ما زلنا نبين لك أهمية علم أصول الدعوة ولعلك تدرك عزيز الطالب أن الرباط قوي وثيق بين أهمية هذا العلم وأهمية الميدان الذي يعيش فيه والميدان الذي يتسابق فيه إن الميدان إذن هو تعريف الناس بربهم الدعوة إلى الله عز وجل وقد وقفنا بك آنفا على بعض هذه الأهميات والآن نكمل عناصر الدرس الأول المتعلق بعلم الدعوة وتعريفه وأهميته وفضله وأهداف دراسته أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في غاية الأهمية يكفي أن نعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقرونة بالعمل الصالح يقول الحق تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالعمل الصالح مقرون بالقول وكلاهما معا يشكلان صورة صحيحة للإنسان المسلم الصحيح أيضا من أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن الحق سبحانه قد عد من دعا إلى الخير والهدى من المفلحين فالفلاح كله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يؤكد ذلك ويقويه قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فالفلاح كل الفلاح في هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهذه في الغالب يقوم بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كذلك من بيان أهمية الدعوة إلى الله أنه سبحانه قد بيّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما للداعية من خير حيث أظهر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعد الله عز وجل للدعاة من خير عميم في الدنيا وفي الآخرة حيث قال النبي لعلي رضي الله عنه في حديث طويل فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحمر النعم هي الإبل النفيسة كما أن من بيان أهمية الدعوة إلى الله عز وجل أن بها تتحسن أخلاق الناس وتقل خلافاتهم وتزول أحقادهم وضغائنهم ويقل أذى بعضهم لبعض انظر عزيزي الطالب إنها أمراض مجتمعية هذه الأمراض تزول دوما بتنفيذ الدعوة إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أيضا تعم الرحمة بين العباد وينتشر الأمن بينهم ويسود السلام في ربوعهم ويتحقق العدل فيما بينهم يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن إنما هو مربوط بالإيمان والبعد عما يغضب الله تبارك وتعالى كذلك يقول ربك في كتابه في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى انظر إلى الشيء ورباطه الحق تبارك وتعالى قد أعد هذه المكرمات وهذه العظائم لمن يؤدي دين الله حق أدائه ولمن يتق الله ولأن الاستخلاف في الأرض لا يتحقق إلا بإقامة شرع الله عز وجل هذه أهمية الدعوة أو هذا جانب من جوانب أهمية الدعوة فماذا عن بقية نقاط هذا الدرس هذا ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية اشتركوا في القناة